قام الوفد الأممي الزائر للبلاد والذي يتكون من 15 سفيرا من مجلس الأمن الدولي قام الوفد بزيارة لمقر إدارة القوات المشتركة في حوض بحير التشات المكلفة بمحاربة الجماعات الإرحابية بالمنطقة بهدف الوقوف على سير عملي تلك القوات تقرير الزميل أحد محنشي القضاء على الإرهاب وحماية المجتمعات من العناصر المتطرفة التي تزعى إلى تدمير وتخريب العالم برمته هو من أولويات أهداف مجلس الأمن الدولي مما دفع هذا الوفد المكون من 15 سفيرا بالمجلس الأمن الدولي بزيارة إلى مقر القوات المشتركة للجنة حوض بحير التشاد التي من شأنها حماية الشريط الحدودي ذات الشراكة الخماسية وفيما يتعلق بأهداف الوفد الأممي الزائر قد تحدث اللواء ماجي أديسون مسؤول لوحدة العسكرية للقوات المشتركة لحوض بحير التشاد قال أن أهداف هذا الوفد هو التعرف على الصعوبات التي تواجهها القوات المشتركة التي تبزل جهدها من أجل رد كيد المتطرفين خصوصا جماعة بوكو حرام الإرهابية وعليه أن هذا الوفد تشتمل زيارته عدة دول خاصة ذات الشراكة الخماسية لحوض بحير التشاد بداية بدولة الكاميرون والشاد والنيجر والناجرية والأخيرة سترفع منها التقارير إلى مجلس الأمن الدولي لتقييمها في جناحين وهما كيفية وضع استراتيجية جديدة من أجل تطهير المنطقة من السرطان الإرهابي وهكذا العناية اللازمة لضحايا ذاك الإرهاب